صباح الخير مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقس من قناة النهر أول قناة إخبارية في الجزائر أجواء جد حارة ستعرفها مجمل المدن الشمالية وحتى الجنوبية للوطن ظهيرة ومساء اليوم بحول الله نبدأ الآن نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاصطناعي وللتوضحنا دائما بقى تمركز بعض الصحب لكن تكون دون فعالية وهذا على مجمل المدن الشمالية للوطن غير أن الصفاء والاستقا يبقى يخص المدن الجنوبية من الوطن فيما يخص الوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة اليوم الأجواء ستكون مشمسة مستقرة وهذا على مجمل المدن الشمالية للوطن ونفس الوضعية الجوية تبقى تخص شمال الصحراء وحتى الجنوب الغربي غير أن صحب كثيفة تبقى دائما تخص وسط الصحراء وصولا إلى غاية أقصى الجنوب وحتى الجنوب الشرقي مع بعض الزواب العملية أيضا تبقى دائما تنشط على وسط الصحراء هذه الوضعية الجوية ترفقها درجة حرارة قصوى ستكون مرتفعة بجل ولايات الوطن حيث سيتم تسجيل 34 درجة بوهران 32 بالجزر العاصمة 28 بيعنا بانسجل 34 درجة بكلمسان والبيت 38 درجة بمعسكر شلف 32 بتزوزو وقلمة 30 درجة بسكيكدا والجلفة بالجنوب سيتم تسجيل 42 درجة بمدينة تندوف 40 ببشر 48 بكأعلى مقياس بأدر وحتى عين صالح 39 بتامناس 41 درجة بورقلة 38 درجة بألود 46 درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عينقزان أما فيما يخص الوضعية الجوية المتوقعة لمساء اليوم الأجوة ستكون صافية وهادئة ومستقرة وهذا على مجمل المدن الشمالية وحتى المدن الجنوبية من الوطن درجة حال مسجلة لمساء اليوم ستصل إلى 20 درجة بوهران 16 بالجزارة العاصمة وحتى عنا بانس جل 13 ببيت ناستيف 17 بتزوزو أقل وتلمسان 16 بمعسكر 14 بالجلفة والمدية بالجنوب سيتم تسجيل 23 درجة بتندوف 26 ببشر 29 بأدر وحتى عين صلاح 25 بتامنا 27 بورقلات 23 بالواد و30 درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عينقزان نمر الآن إلى يطلالة خفيفة على السواحل الوطنية والبداية تكون من سواحل بنصف نحو وهران مستغنم تيبازا إلى غاية الجزار العاصمة ورحمة الوطنية